السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بجميع ان شاء الله لقاكم هذا الفيديو في اسم الصحة وتكونوا بخير وعلى خير في فيديو جديد وتنسيقات المحجبات وغير المحجبات لفصل الخريف والشتاء كما كتشوفوا معي اشمل التنسيقات الشجوية للمحجبة وغير المحجبة اذا كنت اول مرة تجدوا القناة ويجبكم محتوى الموضة فما عليكم الى انكم تضغطوا على سر الاعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة تفعلوا جرس باش يوصلكم جديد فيديوهات دليل وشكرا لكم دائما الجديد والحصري في عالم الموضة والاناقة ملابس وتنسيقات راقية جدا ومتميزة كما كتشوفوا معي بحلال الترانش كوت اللي كتشوفوا بالالوان جديد وحصري وكذلك احتى ستايل دياله وبالنسبة للتصميم دياله اللي راقي جدا وهذا المحبطة وهذا اللي جاء في ابيض هنا خصارت الموضة والأبيض والمارونoli بالنسبة للحذاء شاتوي وكذلك بالنسبة للحقيبات اليد كتشوفوا معي بتنسيق هذه اللي بيها اسود هنا لاحظوا بسم الأخصار ما بين الأبيض اللي جاء في شوي ميزة الكذلك الأسود اللي جاء في الفيست، وها رائلة الكربونتالون كذلك هاد الفستان شاتوي اللي جاء متام ميز كتشاك بحلاك من العشب لهنا خصار ظهر مع الوردي كذلك المارون كما تشوفوا معي كذلك فساتين شاتوية اللي كيجوا فيهم هكذا الكل كيجوا سخانين وبصوفة بالنسبة لهاد الفاس اللي كيكونوا بحلقة ديال الترانشكوت أو اللي تيكونوا قصارين كتقدروا نستغلهم ولبسوهم بها الطريقة هذي مع التنورة اللي كتكون بطايات أو اللي تكون سابل بهذه الشكل هذة كذلك هدو بعض الموضيلات جديدة بالنسبة للترانشكوت وبالنسبة للمعاطف شاتوية اللي منطراقيين جدا كذلك هدا فساتين اللي كتشوفوا معي جدوي كيجيب حالكة بالأزرار حتى التحت انصم بالهنا اللي كتشوفوا كيجيب مع هاد الحزام هادا هنا بالصوف كيجيب حالكة تريكو مع بونتالون كيجيب لعقشو كذلك طويل أموريح وثام بلفل بيزليالتو غتشوفوا معي هاد تريكو هاد اللي كيجيب المارون اللفة ديال الحجاب اللي جات أنيقة مع التنورة يعني جات الميلانش كامل ديل هالتنسيقها راقي جدا احنا عطريكو هاد اللي كتشوفو داخل فين اياه الصوف مع الجين بنسباح الكميم وكذلك في بونتالون فسان كيجي طويل بحالكة يعني انصمبل فيه فاست اللي كجي قصيرة مع هاد الفسان كتشوفوا معي ان هاد الفاست تقدروا تستغلوها مع التنورة اللي كيكونوا بحال هاد الفاستين اللي كيكونوا بحال هاد الفاستين شاتوية اللي كيتلبسوا في الاساس انا غتشوفوا معي انها قدرت انها تستطيفات اللي كيجيو بحالها كده بوطن نوعها اللي كيشوفو معيها جديتا التصميم ديالها انا خطرت انا تلبسها مع ميز وخترت كذلك تلبسها مع القاردي كان اللي كيجيو قصاري بحال تشكيله هادا؟ هاتفوا معي انا فستين اللي كيجي قصير يعني كيجي بحاله كتباح القبية طويلة اه كيش انفتوح من جناب هانا خطرت ان تلبس مع هاد الفاستين ومع هاد الفاستين بحال لملاء توفار كذلك مناسب المحجبة وغير المحجبة وبالنسبة لهذه النوعية دي اللي تدون اللي كيكونوا بحال هكذا بحال فاس كيكونوا بحال محاكاتي الكوير كيجوا راقين وكذلك كيكونوا سخاني في نفس الوقت خصارت معهم انسومبل في الابياض مالاسود وهذا فو الثاني يعني دي الجين اللي كيجي طويل بحال هكذا كنعرفوا ان الفاساتين دي الجين كيتلبس في الصيف وكذلك في جيتاء هتريكو اللي جاء أورنج راقي جدا ديال الصوف اختارت انها تلبس معها التنورة اللي كيكون بحال هكذا بالجين التنورة اللي كيجي بالأزرار حسين اللي تحت وبنسبة لهذا انسومبل هنا هاد المحطف اللي كيجي طويل اختارت انها الترونشكوت بالمارون اختارت معها هدنوهياد الحقيبة اللي كيجي بحالكة كاري فسان انيق جدا ومتميز باللمسة ديالتو وحتى القوماش اللي فيه كذلك هده فسان اللي راقي جدا لفصل الشتاء كيجي الكور شوية دال عندو وكذلك تصاميم تصميم ديال كميم ديالو كيما كتشوفو معي كيش بحال هكذا يعني سامبل في الخياطة ديالتو وكيجي براقي جدا في البيسا وحتى انه محتاجهم وطويل كيفما تقدروا تلبسوه مع غاردي كان مثلا اتشوفوا معي النوع جديد وموضيلت بزاف انت الفساتين في هذا الفيديو هذا بحالة فستان هذا اللي كتشوفو معي كييت تربط من شناب بحالكتا كيف تشوفو كيف تجو فيه الازرار وكذلك تيجي طويل وهدفو ستين كما كتليكم هتشوفوا معي موضيلات كتيرة هنسقدروا تسيطفوا لي واحد لازانتو او لازانتو هادي بحالة شكل هاته بدون اضافات وحالة شكل هاته وهنا هدفو بعض الموضيلات بالنسبة للغارديكان هنبه هاد طريقة هادية تجيجيو بحالة أكتاب يعني عادين باللون واحد وكذلك بالمنمر وهنا هادة الغارديكان هادة هادة اللي لبساتو كيجي قصر شوية لنبساتو مع هاد الانسومبل هادة فالصوف كان بغير نختاره فالغارديكان بغير الانسومبل وكذلك في الطريقو لانه هم تكون سخان وكذلك النوهية الترنشكوت اللي هتشوفوا معي فراقية جدا وكذلك حتى تصميم دياله الجديد ومتميز موديل رأنيق وهدو بعض الموديلات الفسادين شتوية اللي كيتلبسو كأساس او لسقطورة تلبسوهم بحال هكذا كيما كتشوفو معي فاست اللي كدي طويلة بحال هكذا باللقب او لبهات الاشكل هادة كيشوفو هناك جوابات اللي بنات اللي وصلتوا معي حتى هنا ما تنسوش تضيروا لايك الفيديو وكذلك تبارتجوا الفيديو مع صديقاتي لكم الى كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة فما تنسوش انكم تشاركوا في القناة باش هكذا يستفدوا البنات من جميع تصاميم وكذلك جديد الملابس الشتوية للمحجبة وغير المحجبة اللي شي يتلبسو بحال هكذا بطرق بسيطة وانيقة وافكار مختلفة جديد من الجين هاد المونطولي تزاس اسود يعني جاانيق جدا في اللبسة ديالجون كذلك كريف يتجيب حال هكذا ديالجين فبسيف ديالالبنات كي بغيروا اختاروا الفيديالجين انها هتكون عنصر اساسي في اللبسة ديالجون عن الجين الاسود كي ما كتشوفو هاتشوفو محياه هاد المنطولي موضع جديد اللي كاد لبسات هنا مع هاد الحداء اللي جراقي وانيق جدا حتى الركبة حداء شاتوي والالوان اللي متميزة حتى بحقيبة الليد وكذلك هاد المنطولي هنا كيتكون من هاد النورة مع هاد الفيديالجين قصيرة وحتى حقيبة الليد اللي جات بحال مستطيل كجراقية جدا وصغيرة ميني يوغوب كي ما كتشوفو بكيت لبسو هنا هاد الحداء الشاتوي بنات اللي بحقين ما شافوش الفيديو هات اللي قبل يعني فيهم وطيلات عصرية ومتميزة ولي ماركات كذلك جديدة ماركات تركيا عالمية وعربية كيف كتشوفو ان شاء الله تكونوا كملتوا معي الفيديو حتى الاخير ويكونوا هجبكم هاد تنصيقات وكذلك تكونوا استفدتم من جديد الموطة وجديد الاناقة وانطلقها معكم في فيديو قادمي ان شاء الله بتنسوش انكم تدرو لايك الفيديو وبسلام عليكم اشتركوا في القناة